اهلا وسهلا بكم احبائي في حلقة جديدة في حلقات مركزة قصيرة تأملات في المسيح بحسب انجيل البشير يحنى وصلنا لأصحاح 12 في هذا الانجيل المبارك المليان عمق ودسم عن شخص الرب يسوع مهيته وجوهر لهوته وعظمة وقدرة سلطانه في أصحاح 12 هنتأمل في ايتين مركزين اية 26 و 27 ان كان احد يخدمني بيقول الرب يسوع فليتبعني وحيث اكون انا هناك ايضا يكون خادمه وان كان احد يخدمني يكرمه الاب الان نفسي قد اضطربت وماذا اقول ايها الاب نجيني من هذه الساعة ولكن لأجل هذه الساعة اتيت الى هذه الساعة بالتحديد احبائي في الجزئية دي اللي ارناها على مسامعنا هنتأمل النهاردة وهنشوف الصراع والضغط النفسي اللي اكتاز فيه المسيح له المجد وهو ذاهب للصليب عشان يتجرع كأس الالم وجامات غضب الله عن خطايا على خطايا البشر وبرغم انه طلب انه تعبر عنه هذه الكأس الا انه علم جيدا ان هذه هي مشيئة الاب وهو في طاعة كاملة ورضا كامل تحمل هذا العذاب بدافع حبه للانسان حابب بقول يا حباي انه بالرغم من اننا مش هنواجه ابدا هذا الموت مثل المسيح او نوع الموت ده زي المسيح لكن انا بنتعلم منه الطاعة والخضوع التام لمشيئة الاب السماوي الاب الصالح اللي بيعمل كل الاشياء لمجد اسمه ولخير الانسان لاحظ معايا عزيزي وصديق المشاهد اهمية العبارة دي لاجل هذا اتيت الى هذه الساعة ايه 27 من اصحاح 12 هي دي الساعة هي دي ساعة الصفر هي دي نقطة الذروة في ارسلية المسيح ساعة الصلب ساعة الصليب اللي هيتمجد فيها الاب بتتميم عمل الخلاص وازهار مجد الله بحيث انه على الصليب الرحمة والحق التقيا فاكرين مزمورة 85 البر والسلام تلاثة ما عدلوا وقدستوا في قبول ذبيحة المسيح كموت بديلي عن الانسان وايضا الرحمة اللي جعلت الاب يبذل ابنه عشان ينقذ الانسان الهالك منتهى العظمة بين القداسة والبر والعدل وايضا الرحمة والنعمة والشفقة على الانسان كله ده اكتمى واكتمل في الصليب والعبارة الرائعة واللي بيقول فيها الرب انا ان ارتفعت اجذب الي الجميع ايه 32 بيتكلم فيها الرب عن انجذابنا للمسيح بسبب محبته المضحية مش خوفنا من الآب او خوفنا من العقاب او من الجحيم انجذابنا للمسيح هو الحب الالهي هو انفكاك من قبضة ابليس القاسية هو العدو الغادر اللي قال عنه الرب جاء لكي يذبح ويهلك ويقتل نجح الشيطان انه يغوي حوى في الجنة في سفر التكوين واقنعها بالخطية لكنه لم ينجح مع المسيح ابدا في البرية لمدة اربعين يوم في متة اربعة ولو اربعة بيحاول معه اربعين يوم ولم يسقطوا ولا في تجربة واحدة قيامة المسيح حبائي اثبتت سلطانه على الشيطان بحسب كورنتس الاولى طبعا خمستاشر وفي كلوسي بيقول انه جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا في الصديق في ختام الجزئية دي يا حبائي في ختام حلقتنا دي بيتكلم الرب هنا بيكلم تلاميذه بكلمات وداعية وبيشدد على قديهم يقول لهم انا معاكم زمان قليل يعني قربت امشي لكن عليكم انكم تستفيدوا من وجودي في الفترة القصيرة دي وكل ما يعطوه مجال ينور اكتر في كل مواضع حياتهم كل ما اضاقت حياتهم بنوره اكتر واكتر وبالتالي يقدروا يعلنوا الحق اكتر واكتر ويوجهوا الناس اكتر واكتر لما عرفت الله ربنا سعدنا يا حبي ربنا سعدنا عشان نستنير بنوره زي ما قال كده بنورك يا رب نرى نورا نور علينا اكتر واكتر يا رب بنور وجهك وهدي كلمتك وقيادة روحك لنا عشان بالحقيقة نكون نور في العالم ونكون زي ما قلت يا رب ما دام لكم النور آمنوا بالنور لكي تكونوا ابناء النور همين يا حبائي الرب قال انا هو نور العالم وكمان شاور علينا وقال لنا انتو كمان هتكونوا نور العالم هتعكسوا نوري زي ما الامر بيعكس نور الشمس ربنا يدينا ان احنا ناخد من نوره ناخد من حقه وناخد من حبه ونكون قناة للبركة لتوصيل هذا لاخرين ولإلهنا كل المجد ربنا ابرككم اشوفكم الحلقة الجاية